الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبصحابته المكرمين أن تتقبل هذه الأعمال وأن تنظر إلى هؤلاء الحاضرين بالتمام اللهم يا رب العالمين أنت تعلم ما في القلوب وما في الضمائر يا حي يا قيوب يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا أمان الخائفين اللهم إنك تعلم ما نحن قادمين عليه من شهر رمضان الحرام شهر القرآن شهر الصيام شهر القيام شهر الغفران شهر العتق من النيران اللهم وقد ختمنا وقد ختمنا شهر شعبان شهر الصلاة على النبي العدنان بختام هؤلاء الحفظة من الأبناء لكتابك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله يا الله ندعوك نسألك نلجأ إليك نستغفرك نتوب إليك اللهم إن هؤلاء الحضور قد أتوا وجاءوا طلباً للمغفرة طلباً للنظر طلباً لأن تقسم عليهم من جوائز حفظ القرآن من الرحمات والحسنات والبركات اللهم وما أتم الحافظون بحفظهم لكتابك اللهم وما في ذلك من رضا لك ولنبيك وفرح منك ومن نبيك اللهم فتقبل يا أرحم الراحمين واجعل لهم بكل حرف في كتابك حسنات ورقي ورفع في الدرجات يا الله يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اللهم نحن المستغفرون نحن التائبون نحن المحتاجون نحن الطالبون نحن السائلون اللهم إشفي مرضانا عافي مبتلانا اللهم استجب لدعانا يا من لا يخيب رجاءه ولا يرد دعاءه أنت الذي قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا له وليؤمنوا به اللهم نحن المسرفون وإذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم نحن المضطرون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء بكتابك العزيز بقرآنك المجيد بآياتك العظمى اللهم سألناك طلبناك دعوناك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وسبباً لترقينا وسبباً لرفعتنا اللهم انظر إلى أبنائنا وانظر إلى آبائنا وانظر إلى مشائخنا وانظر إلى علمائنا اللهم أدم علينا التلذذ بالقرآن وأدم علينا قراءة القرآن ولا تطمس على الأبصار ولا على البصائر يا حنان يا منان حتى نتنعم بذكرك وتلاوة كتابك يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من يسمع ندانا ولا يخيب دعاءنا ورجانا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إن هذا الجمع قد رفع أكفه إليك وأحسن الظن بك أنت الذي قلت أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء ما أظنكم بالله ما أظنكم بالله ما أظنكم بالله ظننا جميل ظننا جميل ظننا جميل رب رحيم رب غفور رب كريم رب لطيف رب عطوف رب حنان رب منان يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله يا الله قولوا يا الله قولوا يا الله قولوا يا الله قولوا يا الله 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 يا سميع يا قريب يا مجيب رفعنا بالنذاء ربححنا أصواتنا وعطنا بالرداء وأنت الكريم المجيب القريب ولكن لنا أنات ولنا رنات ولنا مطالبه يا رب يا الله يا رب يا الله ما صرخ الصارخون ولا نادى المنادون وقالوا يا الله إلا لشوقهم إلا لما أصابهم إلا لما أهمهم إلا لما أغمهم إلا لشوقهم إلى الله وشوقه إليك يا الله وشوقاه إليك يا الله اللهم انظر إلى هذا الجمع وإلى الأمة واكشف عنها كل مدل همة وغمة اللهم أنت المدبر اللهم أنت العالم اللهم أنت المنزل اللهم أنت الرافع اللهم أنت العالم بالأحوال وأنت الذي مسبب الأسباب اللهم أصاب عبادك ما أصاب إخواننا في المشارق والمغارب من أهل لا إله إلا الله انظر إليهم يا الله انقذهم يا الله فرج عنهم يا الله انصرهم يا الله وانصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء يا الله يا ربنا هذا الجمع يطلبون رضاك يا ربنا هذا الجمع يطلبون الاجتماع إليك وإلى مصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم يا رب هذا الجمع لا يريدون رياء ولا سمعة يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نهيد جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقاهم الله فقنا يا الله شر ذلك اليوم ولقنا نظرة وسرورا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا مغيث أغث يا مغيث أغث يا مغيث أغث اللهم لا تجعل لنا حاجةً في الدنيا إلا قضيتها ولا كربةً في الدنيا وفي الآخرة إلا نفستها وفرجتها اللهم وحفظ أبناءنا وأبناء أبنائنا واجعلهم من أبناء السعادة واجعلنا وأبناءنا وأسرنا وأهلنا ممن يفخر بهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم تقبل منا اجتماعنا وتقبل مجلسنا واجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحومة وتفرقنا من بعضه تفرقاً معصومة ولا تجعل بيننا ولا منا شقياً ولا محرومة اللهم ادخلنا في ظل لواء حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وكما أكرمتنا وادعينا أننا نحبه صلى الله عليه وآله وسلم فاجعل لهذا الادعاء حقيقة في حبه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حبك يا الله حقق لكل ما نوى وما طلب وما رجى وما سأل وما أنت أعلم بما في قلوبهم بفضل سبحان ربك رب العزة حما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم